مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية تصريحات أهمة جدا للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أثناء افتتاحه لأحد المشاريع الكبرى للأمن الغذائي في مدينة السادات عايز بس أفرق بين حاجتين ودول مهمين يعني وحضر بيهم هو ليس تقعرا ولا أي حاجة ولكن حاجتين نقدر نميز بيهم أشياء وتخلينا نشوف مؤشرات مهمة أنا بفرق بين القرارات والسياسات وطبعا القرارات هي تنفيذ لسياسات ولكن أنا باهتم بالسياسات جدا اللي هو إيه؟ أن أنت تشوف حد ماشي إزاي وعارف هو عايز إيه يعني هناك سياسة معينة تتفق معهم أو تختلف ولكن تجد أن هناك رؤية أنا حمشي بالشكل ده في الأزمة دي فالنهاردة إحنا مثلا حد أضرب لحضراتكم أمثلة من القرارات القرار النهاردة اللي بيشيل حمل شوية عن المواطن المصري اللي هو تأجيل رفع أسعار كهرباء في شهر يوليو ده الدولة بتحاول تشارك معاك أنها تقللك الأعباء اللي عليك هي تقرر أنها لن تأخذ الرقم اللي هي كانت عايزها وحطها في الموازنة فلنؤجل هذا العب عن المواطنين هذا قرار أنت النهاردة تلقى القرار ده فده شيء مريح وإحنا من يومين كمان جبنا لكم الإخوة في وزارة البترول اللي قالوا لن يكون هناك زيادة في أسعار الغاز فبينما العالم كله طبعا الناس هتقلت تقول لي أنت بتقع آه بينما العالم كل يزيد من أسعار الطاقة مصر تقرر التأجيل أنا ما بقولكش على حاجة أنا بتوقعها ما بقولكش على حاجة أنا بنفخ فيها أنا بقولك اللي حصل اشتركوا في القناة